بما أن النهاردة عيد العظيم يحنى المعمدان حابب أن أنا أبتدي بكلمة عنه الحقيقة ما لقيتش أجمل من الكلمات اللي قالها البابا شنودة عن قديس يحنى المعمدان اللي قال أنه جرب حياة الوحدة وحياة الخلوة وحياة الاختفاء عن الناس وجرب كمان حياة الاندماج مع الناس حياة التعليم والوعظ مع الناس وكان عظيم جدا في فكرة الاختفاء عن كل أحد وكان عظيم جدا في فكرة الاندماج مع كل أحد ينبغي أن نحن تكون حياتنا كثيرا لكن في وقت ما بختفي عن الناس عن عيون الناس بعرف إزاي أتملي اعتبر ده وقت اللي نحن بنتملي فيه نحن يبقى نقعدات شخصية مع ربنا عمر الوحدة ما بتبقى الإنسان بوحده لكن الوحدة مع الله دي حاجة جميلة جدا نحن بنلتصق بالله مش بنبقى سايبين نفسنا لوحدها فلما بخرج لحياة الاندماج وحياة الوعظ وحياة الاندماج المجتمعي بعرف أقدم ربنا للناس قديس يحن المعمدان حاجة جميلة جدا وحاجة عظيمة جدا ويعني إنسان عظيم جدا وفارق جدا يعني في الكتاب المقدس وفي حياة كثيرين بنطلب زي ما ببتدينا الحلقة النهاردة شفاعت وبردته معنا أسمحنا في بداية فقرتنا النهاردة نرحب بضيفنا لنوارنا أستاذ فوزي خليل الخادم بكنيسة القديس العظيمة رماركوس الرسول بشبر أهلا بحضرتك أهلا بك أستاذ صاحب بقودك حبيبي النهاردة نتأمل محرك في آية جميلة من صفر الأمثال أستاذنا حرك نشوفها مع السادة المشاهدين لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله آية جميلة نتأمل فيها النهاردة مع حضرتك أستاذ فوزي بنرحب بحضرتك مرتين أهلا بك أستاذ الحقيقة يعني أنا مبسوط جدا أن أكون في وسطيكم وبتشكر لكم حضرتك وأسرة البرنابج وأسرة القناة عشان اتطلّى الجميلة المبهجة كل يوم الصبح دي ده بحد ذاته فعل خير فده مش منع خير يعني ربنا أخليك ده منذوق حضرتك متشكل جدا نحن النهاردة وإحنا بنتكلم عن صفر الأمثال ربما حد يسأل حرك يعني أمثال الأمثال هي مقولات شعبية تنقلت من جيل إلى جيل أخدت قوة العرف وأصبح اللي بيقول مثل في وسط كلامه كأنه بيسترشد بالأقدمين عشان يثبت صحة كلامه يعني كأنه بيقول اللي قدامه خلاص بقى الحوار انتهى ده اللي قابلنا قاله كده فما مش هنزود ولا هننقص يعني ربنا من مجده الحلو يعني وعطفه علينا سمح أنه يستخدم الأمثال كأسلوب تعليم لنا عشان نستفيد إحنا في حياتنا الروحية وحياتنا كلها مش الروحية بس طبعا هو كلمنا بالقصص وكلمنا بالنبوات وبالرموز إلى آخره ومن ضمنها التعليم بالأمثال ومن تقدير ربنا للأمثال الأمثال السليمة لأن هناك أمثال سيئة بين الشعوب طبعا وهناك أمثال تدمر يعني يقول لك معرفش اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب يا مستعجل عطلك الله وكأنه ربنا بعطل الناس كأنه ربنا هو للسبب مثلت ولا حاجة ولا يقول له إذا روحت بلد بتعبد العجل حش وديله يعني عايزي ده 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 بيشجع على عبالة الأصنام بقى ولا بتاعي لكن من حكمته أنه خللنا الأمثال السليمة نوع من أنواع التعليم وأكتر من كده خلها تيجي في سفر كامل اسمه سفر الأمثال الحقيقة فيه البعض خلط بين الأمثال اللي موجودة عند الشعوب والأمثال اللي كتبها معلمنا سليمان وقالوا أنه هو مجرد جامع للأمثال باعتبار أنه في سفر الأخبار بيقول أنه جمع 3000 مثل لكن أيا كان أيا كان سواء الأمثال اللي هو صغها أو كتبها أو الأمثال اللي استقاها من الشعوب في جميع الأحوال كل ذا اتكتب بإرشاد من ربنا لأنه ده اللي قال عليه معلمنا بطرس أن الكتاب كله موحى به من الله كتبه أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس فالروح القدس مش هيسمح أن يتكتب بأي مثل لما نيجي بقى نشوف بقى سفر الأمثال هنلاقيه تكلم على موضوعات كتير جدا تخص المرأة والطفل والاقتصاد والسياسة والزيج والصالحة والزيج اللي مش صالحة والعطاء والعطاء وكله كله كله الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها نهاردة يمكن تخش نبتدي نبتدي محررتك بقى في الجزئية في جزئية العطاء جزئية العطاء وأنك لا تمنع الخير عن أهله أيها المقصود بالخير ومين أهله دول اللي أنا ممكن أمنع عنهم الخير جميل أول ناخد الأول إيه هو الخير آه إيه هو الخير هو الخير أولا الحير ياخد إذا ما نحب نعرفه أو نتكلم عليه حتى لو بالبلدي تلات نواحي الجانب المادي الأول والجانب النفسي والجانب الروحي لما نيجي نتكلم على الجانب المادي هو أولا كل العشور والبكور والنزور اللي قال عنها الكتاب المقدس قال عليها ربنا وقال عنها كمان في وكيل الظلم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم إيه هو مال الظلم بيعرفوه لنا أباء الكنيسة أنه هو المال اللي بتعرف بنا اللي خاص بالفقرة وخاص محتاجين اللي هو بالتأكيد نسبة العشور لما نحتفظ بها عندنا وما ندهاش ده في ناس كمان يعني في بعض الأباء فسروا جزئية تاني لكن حتى وقتك يعتبر مال الظلم لأنه هو وقتك مش ملكك ده طبعا حياتك مش ملكك نحن نكلم في جزئية الماديات بس الأول كمان مش بس كده تسديد الديون لأصحابها يعني إيه يعني إيه يعني أنا أخدت من الأستاذ الصحاق مبلغ متفقين على أن أنا هرده في طايم معين المفروض لازم أرجعه لو ما رجعتوش يبقى أنا أطمعت فيه يبقى أنا أخدته وإلا أعملت زي أنا آسف في المثل يعني جوحة اللي راح استعاد حلة من واحد وتاني يوم راح موديها له فيها حلة صغيرة قال له إيه ده يا جوحة قال له ده الحلة ولدت عندنا فكل القرية أو البلد أو الحي جابوا له الحلل بتاعتهم عشان تولد تاني يوم راحوا يسألوا فين الحلل يا جوحة قال لهم متت وهي بتولد فطبعا ده ما يبقاش ده فعلا كير ده يبقى احتيال بقى تمام كمان صورة تانية من صور الخير أنه أنا أرد الحاجات مش بس في وقتها ومش بس لصحابها لا ألتزم بتقديم أي خدمة لإنسان محتاجها زي إيه الكتاب المقدس يقولك من يستطيع أن يعمل حسناً ولا يعمل فهذا خطيئة له صحيح يعني أنا شايف إنسان وأنا ماشي في الشارع شايف إنسان حياته هتتعرض للخطر لو قلت له كلمة واحدة بس أو عطلته بطريقة شيك يعني هيعدي ويتعرض لإصابة ولا حاجة وأبناءه ده فعل خير مش لازم يكون أقدم فلوس طبعا لو لقيت واحد عربيته عطلانة في الشارع وركن على جنب وأنا معي كوريك ولا معي حاجة أو معي حاجة ممكن أساعده بيها بالظبط منفخ بتاع العربيات الإلكترونية ده إلى آخره يعني جنب دي في بقى الجانب النفسي الجانب النفسي الناس يعني وخصوصا في الظروف زي اللي إحنا فيها دلوقتي الناس بتسمع أخبار مش كويسة أو بتسمع حاجات صعبة أو حروب أو فيضانات دلوقتي صحيح الفيضان بالنسبة لنا خير بباركة طبعا صلوات سيدنا والمية اللي رماها في النيل دي اللي كانت الناس مش عجبها وده تكرار لأحداث في الكنيسة قبل كده ده بس حاجة اعتراضية يعني كده محتاجة لكلمة طيبة لكلمة لبسمة لطيفة وده اللي كنت بتكلم عليه في الأول خالص شكرا لديكم البرلميكو اللي بيقدم الابتسامة الصبح للناس وبيقدم أخبار إيجابية في وسط الأخبار الصعبة بيقدم أخبار تدي أمل تدي رجاء الناس محتاجة لديه ده فعل خير صحيح ده فعل خير من أهل الخير بقى يعني من يقصد مين بأهله أنا قاسب بس في جملة واحدة بس الجانب الروحي الجانب الروحي مقصود بالتعليم التعليم معلمنا بولوس الرسول قال لتلميزه في تمساوس 2-2 تانية قال له التعليم اللي تسلمتوا مني استودعوا ناس أمناء في ناس محتاجة تعرف في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي كترة الهرتقاط كترة الكلام كترة الهجوم على الكنيسة محتاجين ان احنا نقول للناس ايه اللي بيحصل نقول للناس ايه التعليم السليم يبقى ده برضو فعل خير مين بقى هم اللي مستحقين الخير ده هو ده سؤال حضرتك دلوقتي صح؟ طيب نشوفوا مع بعض نمرة واحد الاقربين الي الاقربين الي يعني انا مطلوب مني العشور لكن ماذا مثلا لو لي حد ابن عم ابن خال اخت اخ مش عارف ايه ظروفه المادية صعبة جدا وده كان سؤال احيانا يتسائل برضو للاباء يعني ادي للناس قريبي الاول ولا ما اديهمش وسلم الكنيسة انا اذكر كان فيه رد لسيدنا البابا شنود اللي نيح نفسه كان بيقول لا ما هم دولة برضو الكليسة هتدينهم طبعا انت تودلهم على طول يعني هم لازم يلفوا اللفق دي هو سيدنا انا فاكر السؤال ده بس هو قال يعني فيما معناي عمل بلانس طبعا اه اعمل هذا ولا تترك تلك بالزبط لا ما انا مش هروح ناحية دي خالص اه يعني انت اذا اردت ان تساعد الناس بره ما فيهش مشكلة بس ما تحرمش الكنيسة من جزء لاني في الاخر خالص هاي الكنيسة بتداربش اجرح الكنيسة فيها جزء هتقدمه لاخوة الرب فيه جزء لاداريات الكنيسة نفسها والتزاماتها المادية طبيعي مش هتسيب دي وامسك في دي الواحدية فاذا اهل الخير دول كتير دول النوع الاول النوع التانيين الناس المحتاجين لربنا تمني عليهم بمعنى ايه ربنا لما اداني فلوس كان سيدنا البابا شنودة يقول ايه كل خير ربنا بيدهولك هو ادك مية المية فكلهم بتوعوا حتى فيه ايه جميلة كده او مقولة جميلة لما بنيك نكتب اصالة بره او حد مش عايز يكتب اسم بوليه من يدك واعطيناك من ايد ربنا فدي حاجة بتاعت ربنا ويقول كده كان سيدنا البابا شنودة يقول من محبة ربنا ليه ده انه طلب مننا العشر وسبلنا التسعة رغم ان هو صاحب العشرة أنا خايف الوقت بس عشان الوقت بيخلص وخايف الوقت يعدي من غير ما يعني حركت كامل بس يقول حينما يكون في طاقة يدك ان تفعله يعني ايه الجزئي دي عشان كمان محدش يحس بالزنب ان هو مش قايده ليساعد اه يعني ما تأجلش بقى يعني انت دلوقتي لا ما تقولش لما ربنا يديني طب ماشي بس افرد انا ما افرد انا معايش اخو اخد مثل مثل الاعمالة ذات الفلسين اه اودعت من احتياجها من احتياجها من احتياجها ما قالتش مثلا انا معايش ما قالتش دولة انا هاكل بيهم المرأة الكنعانية بتاعت الي النبي ما عندي كيه ست عندي شوية حفنة دي وشوية سيعملهم كعكة كلهم انا وابني واموت لا اكليني انا الاول سيد فوزي انا دايما مش بحب اتكلم على يعني خلينا نتكلم حتى على الامثلة الوقعية ايفرد واحد مثلا يعني مش معاغر سبعة تلاف جنيه راح يتفعهم للوقت في المدرسة تمام وفي جاره عايز خمسة عشان يتفعهم للبنو في المدرسة يستلفهم هل لو انا مديتوش حس بالزنب ممكن ايمانيا ممكن ايمانيا ازاي يعني لو هو على درجة قوية وواسق ان ربنا يعوضه ليه هيعمل كده هيديله هيديله الخمسة وربنا هيكمل او هيديله الخمسة وربنا هيرتب له ان المدرسة هناك تغير الاسلوب تطلب تأسيط تاخد الدفعة دي وتأجل الباقي وربنا هيكمل له الباقي لكن ما هو اصلا الفلوس دي كلها جاي عشان كده عشان الكل انا اصدى اقول له هراك ان في ناس يعني احد الوقت في ظل الظروف الصعبة في ناس كتير بتطلب فاحنا مش عايزين برضو يعني نشايل الناس اكتر من حملة لكن لو في الاخر هراك عايز تدينا رسالة في ازاي نتعامل مع الناس وكأننا بالفعل نتعامل مع الله في معاملاتنا اعتقد ده يمكن الغرض الاساسي من الاي جميل اذا كنت انا هتعامل مع الناس كأنه هتعامل مع ربنا الاول يبقى لازم اكون معاملات دي مليانة ثقة في ربنا انه هيديني ويدديهم اي من الاول الاخر يبقى لازم ادي الاول عشان ااخد لكن ما استنى ما اقولش لا استنى لما يجيني فلوس اديها بعضين يعني 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 يرتبط دي بحاجة تانية انه احنا في زمن كورونا دلوقتي الجمعيات والمؤسسات والكنيس اللي بتدي مساعدات لاخوة الرب يقولك ممنوعها جيب الناس طب هي الناس دي اللي عليها ايجار وعليها اكله عليها مش هتستنى لما كورونا تمشي ولا انا ارتب امور الخدمة بحيث ييجوا والخدمة بتاعتهم توصل لهم من غير محد الضر اراعي اجراءات احترازية اراعي تباعد اراعي توزيع على عدة ايام يعني ايام اكتر بد من ايام اقل بحيث الخدمة توصل ما تتعطلش لاي سبب من الاسباب موجودة المادة موجودة او مش موجودة لازم الخدمة توصل صحيح نتمنى ان كل الناس تتعامل مع بعض كأنها تتعامل مع ربنا بشكل شخصي انا بشكر حضرتك جدا على كلمات النعمة الجميلة ارسال فوزي خليل خدم بكنيسة القديس العظيمة ماركوس الرسول بشوبرا نورتنا وبركتنا شكرا جزيلا لسه معاكم مشاهدينا ولسه مع موضوع مهم جدا مع دكتورة شيري انسي النجيب اخصائي التقذير العلاجية اللي عنده اسئلة لان احنا جتلنا اسئلة وسط الاسبوع منها مثلا يعني من نفس الاخت اللي بعتت تتواصل معنا ان بنتها 8 سنين او حاجة كده كان عندها مشكلة انشعرها ما بيطلعش او حاجة فالفقرة دي خدمية نحب نقدم حضراتكم بيها ونحب نجاوب على الاسئلة اللي بتهموكم فيها استنونا وبعتولنا على السوشيال ميديا على صفحاتنا سيتي في ايجيبت وبعتولنا يعني حابين تقولوا ايه كمان ارقام التليفونات نكون معاكم ان شاء الله على الهواء مباشرة بعد الفاصل اشتركوا في القناة